سيد سرمد البياتي سيد سرمد كنت أسأل عن مدى القلق من هذا التطور اليوم يعني حقيقة هذا الموضوع أنا أعتبره خطير جدا من ناحية أمنية هناك تغير في سلوب داعش هناك تغيير في طبغرافية المنطقة التي تستخدمها داعش الآن بعدما كانت هجوماتها أغلبها من جنوب كركوك وجنوب غرب كركوك انتقلت إلى شمال كركوك وإلى شرق كركوك أو شمال شرق كركوك المناطق المحادية للأقليم أقرب نقطة عن الجيش العراقي تبعد مسافة سبعة كيلو متر هذا القاطع هذه الحدود الفاصلة كلها أنا أتكلم الحدود الفاصلة حتى بقاطع ديالة من قيادة عمليات ديالة باتجاه الشمال والعمليات المشتركة خط عرضي تقريبا يصل إلى ألف كيلو متر هذه كلها حدود فاصلة مع الإقليم كلها مناطق واهنة جبال قرشوغ لطالما تكلمنا عنها الكثير من الهجمات خرجت من جبال قرشوغ أنا أعتبر بأن الهجمات ناجحة ليتكلم من يتكلم لكن هذه حقيقة نحن عسكر ونعرف بأنه هي كمية الخسائر تدل على ما يحصل نحن أعطينا خسائر كبيرة من الشهداء في البيش مرقي والجرحى والمدنيين سقطت قرية الهيبان يعني صور الهيبان يوم أمس تم حرق المنازل على رغم من وصول قوات مكافأة الارهاب والجيش العراق والبيش مرقي لكن هناك افتقار للمعلومات الاستخبارية نحتاج إلى إسناد جوي قوي نحتاج إلى دك معاقل داعش في جبال قرشوغ وحمرين ومكحول وهذا الموضوع تكلمنا به ومن خلال هذه القناة كثيرا لكن يبدو أنه الاستجابات ضعيفة نعم سعود إلى هذه المعطيات لسية منقص المعلومات الاستخباراتية وكذلك غياب الإسناد الجوي لكن اللافت اليوم سيد سرمد كان السيطرة ولو مؤقتا على الأرض أو ما يطلق عليه الإمساك بالأرض في قرية سالم العملية أو الهجوم اليوم لداعش لم يقتصر على عمليات الكر والفر بدلالة ذلك بالإمكان تفسيره إلى أنه يرفع من منسوب القلق فعلا هل نحن أمام عودة للتنظيم لإمكانية الإمساك بالأرض من جديد أنا لا أريد أن أضخم الموضوع لكن بحد ذاته مقدرتهم على السيطرة على قرية هذا بداية غير مشجعة بداية سيئة تعطي رسائل سيئة نعم هم استطاعوا أن يبقون في هذه القرية لمدة من الزمن هذه يعني يعني المفروض نحن بعد تحرير خمس سنوات هذه كارثة حقيقة يعني أنا أعتبرها أنا متألم جدا منذ يوم أمس وتفاجأت بالأخبار اللي تصني بأنهم سيطرين على القرية طيب إحنا تكلمنا بأنه قلنا صح قابلية داعش أنه تضرب وتنهزم وتضرب هنا وتضرب نقطة هناك لكن أما وصلت إلى مرحلة السيطرة على القرية وتحرق المنازل إذن هم بقوا كثيرا في هذه القرية وهذه مشكلة كبيرة لذلك أنا أرى بأنه التحرك يجب أن يكون سريعا ومع ذلك هناك نقطة واحدة تحسب نقاط كثيرة تحسب القوات الأمنية لكن نقطة الوحيدة تحسب أنه هذه بعيدة عن القوى الأمنية عن سيطرة القوى الأمنية مناطق شاسعة ليس من المعقول نحن في كل منطقة نترك فوج أو سريع أو فوجية لكن في نفس الوقت أنه هل من المعقول أنه تبقى هذه المناطق غير آمنة طيب كيف استطاعوا التسلل إلى هذا المكان أين نقاط السيطرة أين الرباية الموجودة فوق التلال أين معدات الرؤية الليلية أين المسيرات أين قوات التحالف الدولي هذه كلها أسئلة اليوم يطرح المواطن العراقي أستاذي العزيز لدينا شهداء كثر أنا ما أتكلم عن واحد واثنين أنا اليوم قد وصلوا خلال هاي الأسبوع الأخير عشرين شهيد تقريبا أو أكثر ربما نعم بالتالي هل تعتقد بأن الوتيرة ماضية أكثر نحو التصايد لهذه العجمات من داعش على هذه الأهداف في تلك المناطق والله ما أخفي كسر المنطقة هذه صعوبة السيطرة عليها أنا أتكلم عن عدود فاصلة وعن المشاكل بين الأقليم والمركز يعني يوم قبل ثلاث أيام عقد أتى وزير البيش مورقي سيد جبار يور إلى قيادة العمليات المشتركة وتم الاتفاق على صيغ جديدة وحسب علمي يعني اليوم بالذات حصرا قبل ساعة هناك اتفاق بين المحاور الموجودة محاور القتال الموجودة من المنطقة هناك استدعوا ضباط الاستخبارات ومدراء الاستخبارات وقادة الاستخبارات في هذه المنطقة من الجميع من البيش مرقى ومن الجيش العراقي وقوات مكافحة الترهاب هم يريدون أن يضعوا حلا لكن أنت سألني أقول لك نحتاج أسنات جوي أسنات جوي ليس من السهولة هاي جبال أخي جبال وعرع أنا خادم بيها ممكن الضابط بالثمانينات أنا خادم بيها وأعرف عورتها شنو أعرف عورتها شنو وأعرف من الصعوبة السيطرة على هذه الأماكن يعني لا إذن يحتاج بالعلم الحديث كاميرات حرارية يحتاج أنه مسيرات استطلاع مستمرة فوق المنطقة مسيرات تعبوية ترمي عندما ترى أهدافا متحركة ونحتاج جزء من القطعات والتفتيش وإسلوب آخر في التعبية يسمى الدفاع المتحرك يجب أن نعمل كماء في هذه المنطقة لمدة يوم أو يومين على الطرق ونياسم التي يستخدمها داعش في هذه المنطقة لمحاورة القضاء على التنظيم في هذه الجهة نعم شكرا جزيلا على انضمامك لنا في هذا النقاش من بغدادة سيد سرمد البياتي الباحث في الشأن السياسي والأمني شكرا جزيلا لك